السلام عليكم احليم فيكم فيديو جديد اليوم راح نتكلم معكم تقريبا عن 11 ميزة وشي في الاربودز اتوقع ان البعض ما يعرفها يمكن البعض ما يعرف 6 او 7 منها لكن خلنا نتكلم حين راح تفيدكم فكبداية اول ما تشتري الاربودز الاربودز برو حتى الغديمة الاهم شي ان يكون جهازك محدث على اخر تحديث ليش الاربودز برو اعين نزلت على الرقم 13.2 قبل الرقم 13.2 ما في حتى قبل ما ادخلت في الصفتوير الشكل حقها ماذا لو ما تفتحها كدا راح تطلع لك هنا الشكل حقها يفتر قبل ما ادخلت الشكل انتسكر هذا نوفيه نفتحها كدا في دعا قبل ما ادخلت ذلك الشكل قبل ذلك الفترة أدعم الاربودز 2 ولا الاربودز 1 فذلك الشكل لازم تحطها لازم يكون عندك 13.2 والاحدث فيه علشان يدعم لك دي الشكل ويدعم لك برضو نويز كونسوليشن يعني الاشياء اللي هين بتطلع لك لو انك شابك عليها نويز كونسوليشن والاشي ذي كلها لازم يكون المركب لازم افصلها المركب انت 13.2 علشان خلاص تكون مدعومة عندك نويز كونسوليشن مثل ما يشوف الاشياء دي كلها بنتكلم عنها شوي تحت فاذا كنت قابل ما راح تشتغل عندك دي الميزات اللي هنا لان ابل ما بعد تصنع الاربودز برو عشان تنزلها في السفتوير فراح تشتغل عندك السماعة لكن تشتغل عندك كانها بلوتوث عادي بس تركتبو تشتغل عادي يعني ما في هذي الميزات كلها اوكي شي الثاني برضو تحديث لحق الاربودز توقع الكل ما يدري لان الاربودز لها السفتوير وتنزل كل فترة لك تحديث حتى الاربودز القديمة فكيف تتأكد وكيف تعرف التحديث حق الاربودز حق تشبكها طبعا لازم تشبكها على الجهاز برضو تخشي العددات وتروح عام وتروح حاول اذا شبكتها راح تطلع عندك هنا هي تنزل تحت مثل ما نشوف طالع عندها حين هنا اضغط عليها راح اشوف هنا معلمات حق الاربودز نفسه اصدار البرنامج المثبت 2B58B 8B مثل ما يشوفها هنا طبعا تتغير بكيف تحدثها بس تشبكها على الشاحن الويرلس والكابل كل ما شبكها على الجهاز فجأة تحدث يعني لان ابل ما بحط لها خيار ولا شيء شان ما تبتعب الناس لان اصلا بس كتير حقها ثانيا وينزل على طول ما في مباك الحجم لو بنتأكد هينجرب معاكم نشوف الاربودز القديم اللي عندي مثل ايربودز 2 طبعا لفصلت هنا بتتكانسل شوية من هنا مثل ما نشوف راحت اشبك الاربودز 2 نشوف اعم بشبك الاربودز 2 لو نشوف الاصدار حقها مثل ما نشوف تتغير طبعا ايضا ثانيا بشبكها مثل ما شبكت من زمان بتشوف السفتير غير لان كل شوية ينزل لها السفتير ثاني فهاد الحركة طبعا في حركة ثانية برضو يقول لك انها تجبرها ان نتحدث لكن يقول لك شبكها وخلها يامك وخش هنا في العددات وخلها انتظر لكن ما يحتاج الصنصر ابل تنزل السفتير اذا كانت فيها مشاكل وانتو متعدر ما يحتاج يعني تسوي الأشياء من هذه كلها طيب الشيء الثالث متكلم عن اول ما تشتري برو يجوم معها التبس او يجوم مع هدي الجلد اللي هنا الجلد ما بتشتريها من الكرتون وتستخدمها لا الجلد تقدر تشيلهم تفصلهم كده ترجع تركبهم بضغطة حفيفة بس يركبون طبعا شوي بلك يعني قوة انك تفصلهم لكن في التركيب سهلين يجوم معهم تغريبا هدي اللي مركبين على طول كيف تعرف انه ميديم تنزل الجلده كده راح تشوفها مكتوب عندك هنا مثل ما يشوف هنا ما راح تباين عندك بس مكتوب هنا حرف الام الثانين اللي موجودين في العلبة في حرف الاس وحرف الال يعني على حسب النوع اللي بتركبه طيب انت كيف تتأكد على الجلد اللي بتشتغل بتركب عندك في الاذن طبعا اعرف؟ لركبت احين خلص تشيلهم تنتينهم من العلبة وتحطهم في الدنك مثل على الميديم تخش العددات مثل ما نشوف نخش البلتوت ننزل تحت نختار السماعة عندنا مثل ما قلنا قبل شوي نشوف السماعة وينها طبعا نتصل فيها طبعا لازم برضو انت بتسوي ذا التبس لازم تحط السماعتين أصلا تنتينهم في الدنك تخش عليها هذه السماعة ننزل تحت هنا اختبار ملائمة قطاع الجلدية تضغط عليها وتسمع تضغط هنا يشقلك موسيقى رح يختبر حين الصوت عندك العزة من العزل هلوة تسكر ومتسكر أنه فيه مايك داخل السماعة تضغط عليها محكم ننتقل معكم على حق الشورتكات هنا الخيار ليس بلمس وضغط وراح تسمع في ابنك الصوت الخيارات هنا عندك يصاروا يمين مثل ما نعرف عندنا هنا ثلاث خيارات تحت مثل ما نشوفهم عندنا القادة ضوضاء متوقف ونفاذ الصوت بدلا أنك تتماشى برد الشارع والجوال مثلا في جيبك أو أنك تجري عندك ساعة ما عندك الجوال أو أنك تستخدم اندرويد ففي خيارات موجودين في نفس السماعة من نفس الخيارات التي وردتك من قبل وشوي في السماعة نفسها أقدر تغيرهم من هنا فأخش هنا مثلا نخلي إيقاف طبعا لازم تخلي مثلا مثلا أنا أخلي حين يعني تغريبا لازم يكونوا شيئين فأنا أخلي الجهة لي صار يكون إيقاف ونفاذ الصوت مثلا أتمشى بره ومشق الضوضاء والشخص يتكلم يمي وما بوقف الموسيقى أقدر أضغط على نفس الخيار الموجود هناك في السماعة الجديدة والمس أو أضغط وأخلي الصبعي بالضغط الثانية ويتغير بينهم طبعا باللغة العربية عندي ما دلش المشكلة فيها فيها غلط فيها شيء ما دري ليش باللغة الإنجليزية تشتغل عندي عدل هنا ما دري ليش مثلا إيصار أبقي كذا اليمين ما دري ليش يعني إذا خليت إيصار برضو على اليمين نفس الشيء ينتقلون اثنين ما دري ليش باللغة الإنجليزية تشتغل عندي مضبوط فالمهم من الحركة ديش انهي أني مثلا أضغط وتم ضغط الثانية ينتقل عندي حين متوقف راح يكون الأصل طيب ما راح يطع من هنا نشوف هنا مذن ما يشوف صار متوقف أضغط مثلا الجهة دي صار السماعة واضغط ضغط الثانية وتم لامس مذن ما شوف ينتقل على ألقاء ضوضاء حركة حلوة ما يحتاج تمسك جوالك عشان تتنقل بينهم دي كله فممتازة إذا خليت اللغة الإنجليزية تشتغل عندك كويس يمكن أبل تنزل تحدي يتعدل لكن هذا الميز يجب أن تستخدمونه نتقل مرة ثانية تقل لكم على الأشياء الموجودة هنا برضو في نفس التاتش مثل لو شقلت موسيقى لو نروح نشقل موسيقى هنا مثلا مشقل حين شي صوت لو أضغط مرة مرة يوقف ويشقل الصوت من أي جهة ضغطة واحدة على نفس مكان ذاك من أي جهة من اليني من اليسار طبعا قبل موسيقى يشتغل مادري ليش هنا ما يشتغل لو أن أضغط مرتين يغير الصوت ينتقل لحق الثانية لو أضغط ثلاث مرات يرجع واحدة ثانتين ثلاث مثل ما نشوف يسوي يسوي لو أني أضغط و أسوي ينتقل بين مثل ما قلت لكم السويتش بين والشي دي كلها و أقدر أتحكى فيهم دي كلهم بالكلمة هاي سيري أو مرحبا سيري هذا اللي ما بيقولها و أسف إذا اشتغلت عندكم هذا الخيار حلو لازم تستخدمونا و نرجع مرة ثانية هل لكم العددات نكمل على المايكروفون العددات بلوتوث نفس الحركة نخشينا ننزل تحت هنا المايكروفون أنت بكيف تتحكب المايكروفون إذا كنت تبيه المايكروفون دائما يصار ولا يمين على حسب السماعة التي تبيها أو تلقائي على حسب السماعة التي تركبها للأسف أظل الآن لم أخلت المايكروفون يشتغل تلقائي أو يشتغل على الأثنين أتمنى أن تفعل ذلك طيب نجي الآن نحن لحق الـ color أو الألوان على العلبة هنا مثل أو ما أفتحها أنا اللون أخضر هنا اللون أخضر معروف يعني أن الكيس مشحون فل الآن كامل إذا كان عندك لا أورنج أو يعني قريب لحق الأورنج إذا كان أورنج يعني يعني خلاص باقي لك أغل من شحنة واحدة لحق السماعات إذا كان رد إذا كان لونه أحمر فيعتبر خلاص البتري بتخلص لازم تشحنها ف كيفكم أنتوا على حسب الألوان التي تشوفونها لازم تحفظون الأشياء ولا أبعلمكم حركة ثانية بعد استبدأ وإذا كان فلاش يناوم ورياض فيها على اللون الأبيض يعتبر أنه جاهز علشان تشبك على السماعة يعني تشبك على سماعة ثانية كيف تسويها تفتحها وتضغط هذا الزر الخلف عشان تشبك نجي هنا الخيار لازم كل شخص يسويه برضو يعني خلاص شريطة الإيربود لازم ش تسوي تنزل أو تروح هنا باليمين تنزل تحت تضغط التحرير تشق البطارية البطارية طبعا ما راح تكون موجودة تنزل تحت ترى أين كان البطارية طيب كان سلاح نتوهق وندورها هنا معكم هذه البطارية تشقلها إذا أشغلتها راح تكون عندك فوق بـ تقدر ترفعها وتخليها مثلا أول شيء بين التقويم وفوق التقويم وكيف تضغطها أحين هنا لو تسحب سلايد عندك أو تروح يمين بـ راح تشوف هنا راح تشوف هنا البطارية حقتك على أي جهاز عندك شابك تشوف البطاريات هنا فتعرف نسبة البطارية عندك كم مثلا نحن عندي أبل ووتش قاعدت تشحن هناك أصلا في القرفة الايفون كم بطاريتها الايربودز هذه موجودة هنا ايربودز برو كان فيها بطارية طبعا لو فتحتها حين تقدر تطلع على الوجس كامل تقدر تسكرها مدلما نشوف تقدر تفصل واحدة يطلع عليك أحيان مدلما نشوف هذا الـ كم فيها حرف الـ الـ مفيدة ولازم لازم تستخدم الوجس هذا موجود بالنفس الجهاز فاستخدمه ممتاز عندك طبعا تقدر حتها والجهاز مسكر عشان تشوفه فحركة هلوة طيب بتكلمك معنا شي بس أحين أتمنى الأشخاص ما يخذون عن تجسس أوكي يعني كويس للحريم مثلا أوكي الحريم ما بقصي تجسس أوكي أنك تحط جوالك في أي مكان مثلا تحط جوالك في الغرفة يعني البيبي نائم هناك تذهب إلى المطبخ مثلا تستخدمين الـ تركبين الـ تركبين الـ تخلين جوالك كمايكروفون أوكي ما بتخلين نائم الناس وتمشين تذهب إلى دورة المياه أو شي عزوكم الله وتسمعين الأشخاص اللي يتكلمون أنه يتكلمون عنك أو لا لا نشغلينها بطريقة ثانية أوكي فنخش العددات ننزل على التحكم مركز التحكم مركز التحكم مركز التحكم وينك مركز التحكم مركز التحكم تخصيص هنا ننزل تحت إذا نزلنا تحت راح نشوف السماعة تغريباً ماذا ما نشوف هذه نشقلها طبعاً بكيفكم تريد أن تصعدوها من فوق تخلوها تحت نرجع نطلع نخش مركز التحكم راح نشوف هناك هذا الشكل السماعة نضغط عليها لازم السماعات الإيربوتز تركبها عندك تضغط مثلاً تشغيل أحيان أسمع صوتي تقدر تحطها مثلاً في الغرفة وعندك هناك مثلاً طفل نايم وانت رايح في المطبخ أو انت رايحها في المطبخ أو أي مكان راح تسمعين الصوت هناك لو أن الطفل يتحرك أو شيء أو يتكلم لا تأخذونها علشان تجسس ما بتحطين هي مرابعك وتروحين مثلاً في مكان ثاني وتسمعين الصوت أبداً حطتها لحق دي الشيء إذا بتقلبونها بكيفكم فأنت أول يريحكم أوكي ننتقل معاكم عن Find my Airpods أوكي Find my Airpods أول ما استردت العلبة تشبك عليها راح تشوفها في خيار تحديد الموقع البرنامج هذا لو أول ما تفتح البرنامج راح يطلعون لك الجهازة اللي عندك كلهم هنا تدور السماعة حقتك طيب تدور السماعة Airpods البرو هذه نضغط عليها إذا مثلاً ضايع عندك سماعة واحدة طبعاً البداية راح يوريك في الخريطة أوين آخر مكان شبكت عليها انت السماعة وراح يجيلك الاتجاه أو تروح لها هنا تشغيل الصوت مثلاً ضايع عندك واحدة مثلنا لي صار أنا ضايعاً مثلاً ما تسمعون الصوت حين يطلع منها أوكي مثل ما نسمع طبعاً الصوت كل ما لا يورتفع حدد للعليسار الصوت كل ما لا يورتفع فهو صوت خفيف صح لكن تقدر تسكت اللي حولك وتحصلها طيب حلونا نتكلم عن الزر الخلفي نتكلمت قبل شوي لكم عنه لو كنا نتوقع أن هناك كثير من الناس لا يعرفون الناس يكثار نتكلمون عنهم الأيربودز الغديمة في زر خلفي ورا بعضهم ما يدرون ما معنات الزر أو شي سوي الزر الورى مفيد جداً علشان في مشاكل عندك مثلاً تشبك على الجهاز هذا الفرمات لها أن ترجعها تشبك مثلاً تجبرها أو أنك تبي تشبك على أجهزة اللابتوب أو أندرويد هذا الزر تفتحها وتضغط عليها فترة لينتولع أبيض فخلاص تشتغل البلوتوث ولازم إجباري حين في ذلك الوقت راح تطلع حق الأجهزة التي حولك في البلوتوث خيار البلوتوث أن تشبك عليها وبس تقريباً هذا الكل فأتمنى أن نفاتكم الفيديو وسويته بسرعة وما أبي يصير طويل علشان لا يكونون الأشخاص أنك طويل المقطع أو شي ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في الغنام ونشر المقطع وعمل لايك في المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسون من فضل دعاكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر